يمكن من أوائل الأخبار اللي قلناها النهاردة في الحلقة إنه أخيراً عارف أنت كان زمان يقولك تم بحمد الله تم بحمد الله إنشاء صندوق الخسائر والأضرار واللي بيعتبره كثيرين إنجاز تاريخي أو حقيقي لمؤتمر المناخ قب 27 واللي كان بينعقد فيه شرم الشيخ جمهورية مصر العربية طيب خلينا نفهم إيه هي أهمية هذا الصندوق ولماذا قد يعتبر الكثيرين أنه إنجاز تاريخي أو إنجاز حقيقي دكتور علاء سرحان أستاذ اقتصاديات البيئة بجمعة عين شمس منهارنا داخل الستوديو إزاي حضرتك يا فندي أنا مسأل إزاي الصحة دكتور الحمد لله كله تمام الحمد لله هل نقدر نقول إنه صندوق الخسائر والأضرار هو فعلاً إنجاز تاريخي للقمة لا شك في ذلك حضرتك وأنا الحقيقة عايز أقول إن قبل الاتفاقية الإطارية ما تبقى الاتفاقية الإطارية في 92 في ريد جانيرو قبلها بسنة 91 اجتمعت الدول النامية خاصة الدول اللي هي الجزر الصغيرة هي small independent development states اللي هي طبعاً مشكلة عندها مع اتفاق مستوى سطح البحر للأسف الشديد كتير من السيناريات بتقول إن هي هتختفي من هذه الجزر فاجتمعوا وكان سبب قلقهم في هذا الموضوع أن تداعيات التوارات المناخية هتيجي عليهم وحيكون هناك خسائر بالغة في منها ما يمكن التكايف معه الادابتيشن وفي منها ما بعد مرحلة الادابتيشن زي ما حصل في باكستان في الشهر القليل الماضية الناس بسبب الفيضانات والسيول اللي توفوا فحنعوض حتى الخسائر البشرية زي فيه طبعاً حصل خسائر في البنية الأساسية دي ممكن هي يعاد بناءها وتعميرها ولكن في بعض الجزر بسبب الفيضانات ارتفاع مستوى سطح البحر وبسبب هذه السيول أن اختفت بعض الأثار الثقافية ليخاصة بمعتقداتهم وأزيلت بالكامل فإياً نحن نتكلم على أن هذه الدول النامية حتى سيقع عليها ضرر كبير جداً وهي ليست أساساً جزء من المشكلة فلازم تدور على كيف يمكن أن تكون جزء من الحل فهم ابتدوا يجتمعوا من سنة 91 وينجدوا الدول المتقدمة على أن هي لابد من تخصيص مش منتكلم على تموين مناخي اللي هو عشان خطر يعمله مشروعات لمواجهة التغييرات المناخية سواء التخفيف أو التكايف لا وبيتكلموا على ماذا إن حدثت أضرار ما بعد مرحلة التكايف ونحن نحاول نتكايف هيحصل أضرار ولا يمكن عكسها الريفيرس مش هتتعكس فيبقى لازم ناخد طويل تصور حرتك أن من سنة 91 ومع وجود مجموعات اللي هي تاسك فورس اللي هي فرق عمل اللي هي سانتياجو ومع الورسو جروب وكده لم يدرج هذا البند الهام جدا اللي هو الخسارة والأضرار لسن دامج في أي من المؤتمرات اللي هي الأطراف الستة وعشرين السابقة